بسم الله الرحمن الرحيم. نزيق جميعا. إن شاء الله النهاردة هنكمل التوبيكس الخاصة بMicrosoft Intune. Microsoft Endpoint Manager. كنا المرة اللي فاتت ووقفنا عندي إن احنا عملنا Enrollment لWindows Device. وكنا شوفنا إن احنا وانص إن احنا عملنا Join للـ Azure Active Directory حصل Automatic Enrollment في Microsoft Intune. وكنا شوفنا إزاي أعمل Enrollment لأندرويد Device من خلال إحنا نزلنا Company Portal Application وعملنا Enrollment لديفايس دي. فكده الدفايس ديت باقت مسجلة في الـ Intune. أقدر إن أنا أمانج الدفايس ديت. أقدر إن أنا أطبع عليها Compliance Policy و Configuration Policy زي ما هنشوف النهاردة. بس قبل ما نروح للـ Compliance Policy و Configuration Policy نحن عايزين نشوف الـ Options اللي تحتي دي الأول. عندي حاجة اسمها Enrollment Device Limit Restriction. مايكروسوفت حطت لنا الـ Option دوت عشان أريستريكت اليوزورز في عدد الدفايس اللي يقدر يعمل لها Enrollment لميكروسوفت Intune. فعندي هنا مثلا Policy ممكن ندليه ديت ونعملها من جديد. عندي Default Policy ممكن نسيبها ويجي أقول له أنا أريد أقوم بإجراءة Restriction. ومن هنا بعد ما بقول PolicyName Next بلاقي عندي Device Limit. Device Limit أنا أقول الـ User متاح لي إن هو يعمل Enrollment لكام ديفايس. وطيفر بقى الدفايس اللي هو هيعمل له انرون مين ده عليه ويندوز عليه ماكف عليه ايو اس عليه اندرويد فبحدد له هنا عدد الدفايس اللي مسموح انه هو يدخلها عندي في انتون من هنا بقولي الاسكوب تاج لو انا عايز اطبق الـPolicy دي على كل الناس في برانش معين او في سايت معين فمن هنا بقول له انا عايز مثلا اطبق الكلام ده على الناس بتاعت القاهرة او الناس بتاعت لندن اطبق الـPolicy على جروب معين ممكن اختار من هنا الجروب اللي انا عايز اطبق عليه الـPolicy وبعد ما باختار بقول له Next create فانا كده عملت الـPolicy على مستوى number of devices that can be enrolled in microsoft intune الحاجة اللي بعد كده اسمها enrollment device platform restriction بمعنى بمعنى ان انا قادر اعمل restrict على version معين للـPlatform وليكن مثلا في الاندرويد restriction عندي هنا اندرويد restriction عندي windows restriction عندي ماك او اس عندي الاي او اس فلا ممكن في الاندرويد ممكن اقول له انا عايز اcreate restriction اديها اسمي هنا واجه في الـPlatform هنا فاقول له مثلا الـAndroid Enterprise Allow versions في الاندرويد مثلا اندرويد 9 بس مثلا اندرويد 9 و10 مثلا Allow versions الـAndroid 11 بس فهنا بحدد الـVersion اللي ألاو ان هو يحصل له enrollment عندي في microsoft intune والـAndroid device administrator ده برضو اديشان تاني من الاندرويد اقدر ان انا حدد الـVersion بتاعه اقول الاو الـVersion هي تخش معي في intune ولا اعمل لها block وطبرا انا عايز اعمل ايه هنا في حاجة اسمي personally own هنا بقول له ممكن الاو الـPersonal devices ان هي حصل لها enrollment عندي في الـCorporate وممكن اقول له block فلو قلت له block معنى كده ان اي device mobile personally بتاع شخص معين owned by personal يعني مايقدرش انه هو يعمل enrollment في ميكروسوفت انتون يقدر ان هو يعمل register ولكن مايقدرش يعمل enrollment full enrollment وان انا امانيج full device ككل ماقدرش اعمل كده لو انا عامل block للـPersonal devices هنا device manufacture ان انا ممكن اكتب اسم الشركة المصنعة للـDevices ديت next برضو نفس الكلام بحدد لو انا عايز اطبق الكلام ده على branch معين او على سيط معين assignment لو انا عايز احدد group بعينه بالصرف النظر عن location وبعد كده بقول له create فدول الحاجتين اللي انا كنا عايزين نعرفهم enrollment device limit restriction و enrollment device platform restriction هنا البوليس اللي احنا عملناها دي على مستوى الاندرويد ممكن نعمل واحدة على مستوى الويندوز ونجربها عشان نشوف فنيجي هنا في الويندوز ونقول له عايزيني create restriction policy اسمها مثلا test2 next وايجي هنا مثلا في platform setting وقول له ان انا الاو minimum or maximum version من الويندوز مثلا الويندوز دي تطبق على ويندوز 10 فاقول له هنا الويندوز 10 يكون مثلا الويندوز 10 الويندوز 10 الفلاني الويندوز 10 الفلاني الويندوز 10 الفلاني الويندوز وهنا بقول له personal own devices لو انا معي لابتوب عليه ويندوز واللابتوب personal خاص بي لو جيت حاولت اعمل انرولمنت للدفايس ده تحت انتون هل هينفع ولا لا لو هنا قلت له personal own devices فانا مش هقدر اعمل انرول لل personal devices في مايكروسوفت انتون في حاجة فوق اسمها MDM ممكن اعمل لها بلوك فانا بالتالي الناس اللي هطبق عليها هالبوليسي دي في الاسكوب تاج او في الاسسايمنت الناس دي اصلا ماش هيقدروا يعملوا انرولمنت خالص لان البوست لو خدت بالك ال personal own devices تقفلت اساسا انت اصلا انت اصلا مش هتشغلهم MDM انت ممكن تشغلهم ال MAM ال Mobile Application Management ففي الحالة دي هو مش بيعمل انرولمنت للدفايس هو بيعمل رجيستر للدفايس فانا من هنا هقوله ان ال personal own devices هعمل لها بلوك او هنا بيقولك specify platform configuration restriction that be made for device to enroll انت محتاج تنرول ال devices اللي هي ال version بتاعها بتاعها عامل ازاي ممكن تستخدم الكلام ده في compliance policy فيما بعد هنشوف compliance policy ممكن ان انت لو خدت بالك هنا بيقولك ان ال intune بي classify devices as personal owned by default يعني اي device بيحصل له enrollment لل intune intune بيعتبر ان ال device ده personal ففي حالة ان انا عامل ال personal devices هنا فهنا بيقولك ان في additional action required عشان انتون يفهم ان ده corporate device مش personal ايه ال additional action ده هنشوفه بس نكمل ال policy ده لو قلت له هنا next حدت له ال scope tag لو انا عايز اطبق ال policy ده على ال site بعينه او branch بعينه assignment ممكن اقول له طبق الكلام ده على ال group وليكن مثلا ال group اسمها cairo sites cairo sites بت include user لو جينا هنا في ال users في user اسمه احمد جمال لو فتحنا هو member في ال group اسمها ايه فنلاقي ان هو member في ال group اسمها cairo فهو member في ال group اللي انا طبقت عليها ال policy ده يد فهنا عملت ال policy لو جي احمد حاول ان هو يعمل enroll لل device بتاعه ال windows وجي هنا في accounts تحت access work or school قال له connect المرة اللي فاتت شوفنا ال enrollment وان انا وانس ان انا عملت join ال asure active directory بيحصل automatic enrollment المرة ده انا عملت local personal devices عملت restriction policy بت block personal devices ان هي يحصل لها enrollment عندي في انتون فجي احمد قال له انا عايز ا join ال device بتاعي ال asure active directory وقال له انا احمد ضوط جمال وقال له احمد وقال له ال password اهيت sign in فهنا بيطلب مني المفا وطبعا ده أنا أقول له Ask Later عشان أوريكم الأرور اللي يطلع على أحمد إنه هو مش قادر ينرول الديفايس ده في الـ Intune فهنا بيقول له اتأكد إن انت تابع الـ Corporate دي هقول له اوكي بالضبط ده اللي هيحصل لما بنعمل Policy بنبلوك فيها الـ Personal Devices هنا بيقول لي something went wrong this feature is not supported contact your system administrator ليه طلع على الأرور ده؟ لأن أنا عامل Policy هنا بيبلك فيها الـ Personal Devices بتاعة الـ Windows بتاعة الـ Users وعملت Apply على Chairosites اللي هي فيها أحمد جمال وبرضو قادر ينرى الـ Enrollment failures من هنا إن أنا باجي في Devices هنا بلاقي عندي حاجة اسمها Monitor تحت Monitor فيها عندي حاجة اسمها Enrollment failures فمن هنا بتقدر تعرف الراجل ده Devices cannot be enrolled لليوزر اللي اسمه أحمد جمال ومن هنا بتعرف Details أكثر على المشكلة بيقولك This device cannot be enrolled as personal device while the platform is blocked under device type restriction فأنت فهمت أنت ليه مش قادر تعمل Enrollment باستخدام اليوزر دوت من Monitor Enrollment failures طيب زي ما قلنا إن Microsoft Intune بيعتبر كل الدفايسي Personal Devices إزاي أفاهم إن الدفايسي دي Corporate Devices ولو سمحت أعمل لها Enrollment عن طريق إن أنا باجي في Enroll Devices ألاقي حاجة اسمها Corporate Device Identifier دي الطريقة اللي بفاهم بها Intune إن الدفايسي دي مش Personal وما تعملش مشاكل معها فممكن أعمله Upload لCSV Vile في serial numbers بتاعة الدفايسي اللي موجودة عندي في الشركة ممكن أنا أدخلها من هنا فهنا بقوله إيه؟ بقوله أنا هحطت لك إما serial number إما IMEI حاجة برضو زي serial number لو رحنا هنا IMEI بتلاقيها برضو برضو الظهر الجهاز سواء كان لابتوب أو كان موبايل سيئها زي serial number ممكن تفاهم Intune إن دي Corporate Devices عن طريق تديره النمبر دي فدي طريقة وفي الطريقة الأخيرة اللي هي Device Enrollment Manager موسيقى لابتوب لابتوب